اشتركوا في القناة اعنى الذي لا يبصر وانا نورت لك هذا البصر فنظر به الى محارم هذه المعصية الواحدة قد يراه الانسان معصية واحدة فقط او مشهد واحد او مقطع معين من فيلم يدعو الى المحارم الله قد يرغب الله عز وجل العبد غلظا لا لا رضا بعجب وقد ينطفئ نور الايمان في القلب فيصبح القلب مظلم الى لقاء الله عز وجل المعاصي خطيرة يا اثوان المعاصي تميث القلوب وتطفئ نور الايمان من القلب الله عالله اذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرم منها مشهد واحد فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت لكحل النار وجد الانسان عندها لبت هذه الشهوات ثم يسأل الانسان نفسه سؤالا صادقا يا اخي اسأل نفسك ما الذي جنيت من هذه المشاهد ما هي التمي ما هي الفائل طيب رأى الواحد تمتع لكن ايش العاقي كتبت في الصحيفة حتى اذا جئت في عرصات يوم القيامة اعرض عليك الكتاب واذا فيه هذه النظرة التي لا تنظر الله عز وجل يقولين على الرجل انه كان من طلاب العلم وكان مع احد العلماء فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بنا كافي وكان الغلام له سورة جميلة شفتن هذا طالب العلم فنظر اليه فلما نظر اليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي لماذا تنظر الشيخ يقول لي طالب لماذا تنظر فكفت طالب فقال الشيخ بطالب والله لتجدن اثر هذه السيء ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في اخر حياتك يقول هذا الطالب فما زلت انتظر هذه العقوبة فمكفت عشرين سنة هذا القصة ذكرها عن امام القيم رحمه الله بمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وانا انتظر العقوبة واذا بي في ليلة من الليالي نمت وحافظ القرآن فاصبحت فامصيت كتاب الله صلى الله عليه وسلم فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض السلف لا تنظر الى ما عصيت به ولكن انظر الى من عصيت النظر الواحد قد تضن حياة الإنسان كله نظر الى الحرام واحد فالله الله اخي في الله انا ما اقنطك بالرحمة الله ولا ايأسك بالرحمة ولكن ابشد بكل خير اريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الافلامة اريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفك وتتذكر وتقول انا لله وانا اليه واجه اي خسارة بنيت فيه الله اعطاني البصر فاعطاني هذه النعمة ونظرتي الى الحرام كم فين منظر وكم نشهد رأيت كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمو اريد منك هذه الدمعة وانخالي فان النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمعة هذه الدمعة ان الله يضله في ضله يوم لا ظل لا ينظر فقال في السبعة اصلا الله يجعلنا وإياكم منهم الذين يذلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا اي من خشرة الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وفيك اخي الامر الثاني ان تغلع عن هذه المعاصر وان تبتعد عنها والله سيعينه والله ما عقدت في نفسك فانك تتوب عن شيء الا يفقك الله والشيطان يأتيك يقولك لا انت فعلت انت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الانسان في المعاصر من اخمص قدمه الى شعرة راسه واحسن الظنب الله فالله يعينه والله يوفقه فهذا الان الامران اللذاني ادعوك لنا ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله واصل الله العظيم ان يبدل اساءتك حسنا انه ولي ذلك والقادر عليه الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة